الأخوات الأخوة الأعزاء ضيوفنا الكرام أسعد الله مساءكم جميعا يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيد وبإسمكم جميعا نرحب بالأخ العزيز دكتورنا الفاضل دكتور علي فقره سنستضيفه في هذه الأمسية ليحدثنا عن موضوع الساعة كما يقال وهو عن إخفاقات التنمية في دولنا ومسؤولية من يتحمل ذلك لأخوة الأخوات قبل عدة أيام نشر الدكتور علي في جريدة الوسط مقالة هامة حملت عنوانا لافتا وأنا متأكد أن جميعكم قد اطلعتوا علي وتابعتوا عبر الوصائط الاجتماعي التواصل الاجتماعي والعنوان هو قصة مفجعة عن تقرير أهمل وقصة هذا التقرير كما يروي الدكتور علي تعود إلى عام 1981 عندما طلبت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون من بعض المفكرين والمثقفين والمختصين لإعداد تقريرا استراتيجيا تكون من خلاله كل الخطط والبرامج التنموية لدول مجلس التعاون في إطار هذا التقرير الاستراتيجي كما كان يتوقع وطبعا استجابة لهذه الدعوة اجتمعوا الأخوان أو مجموعة من المفكرين والمختصين وتداولوا في عنوين كبرى تخص الاقتصاد والبترول والعمالة وإصلاح التعليم وامتلاك المعرفة والتقنية وغيرها من الموضوعات وفي نهاية المطاف أعدوا تقريرا استراتيجيا هاما يتضمن العديد من التوصيات المفصلية والتوصيات الجزئية كان أحد أو أحد أهم هذه التوصيات تدور حول البترول باعتباره ملكية عامة لذلك ينبغي أن توجه عائداته الكبرى إلى التنمية وأن يكون هناك بحثا لوجود اقتصاد انتاجي بديل قادرا على توفير الفوائض لضمان استمرار التنمية دون الارتهان إلى أي تهزات أو تداعيات اقتصادية أو مالية كما هو حاصل اليوم وتوصية جزئية أخرى أوصت بأن تسعى دول المجلس لتقليل حصة أو نسبة البترول في الانتاج الإجمالي لدول المجلس التعاون والفاجعة أن هذا التقرير بكل توصياته وبكل الجهود التي بدلت فيه ضاعت أدراج الرياح وطواها النسيان في أحد أسباب الذي قدمها الدكتور لهذا الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي والسياسي المرطرب يعود إلى الطبيعة العلاقة الملتبسة ما بين أنظمة الحكم والمفكرين والمثقفين أي إلى تلك الفجوة بين أصحاب القرار وأصحاب المعرفة والعلم وأيضاً تعود إلى تلك الحاشية كما أوردها من بعض الوزراء والمستشارين النفعيين والانتهازيين الذين شكلوا سداً وحاجزاً منيعاً لكي لا يرى هذا التقرير النور دفاعاً عن مصالحهم وامتيازاتهم واليوم وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة وبعد أن انكشف عجز الدول عن مواجهة هذه الأزمة والتوجه إلى المواطن المطحون أصلاً لتحميله تداعيات هذه الأزمة السؤال من هو المسؤول عن هذا المآل الذي وصلنا إليه من المسؤول عن هذه الإخفاقات التي نعيشها وهذا هو عنوان محاضرتنا وهل من هناك من سبيل إلى الخروج من هذا الوضع وثالثاً هل بالإمكان استدعاء واستحضار ذات التقرير وذات التوصيات التي أوصبها الأخوة؟ وإذا ما تم استحضارها واستعدعاها فعلاً هل هي قادرة على مداوات الجروح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية النازفة التي استفحلت وتفاقمت لدرجة الاستعصاء؟ تلك الأسئلة نتمنى ونأمل أن يجبنا الدكتور عليها مشكوراً فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم حضرات الأخوات والإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً أشكر جمعية التجمع القومي الديمقراطي على دعوتهم الكريمة وأنا سعي جداً بأن تلك المقالة تقود إلى هذه الليلة وبالطبع الشكر للأخ محمود على تقديمة ممتازة ستغنيني عن الكثير مما كنت أريد أن أقول أولاً لنلاحظ أن عنوان المحاضرة هو فشل التنمية من المسؤول بمعنى آخر أنه لا بد للحديث قليلاً عن التنمية والحديث عن من المسؤول عن فشلها يعني أنا سأقصر حديثي على مجلس التعاون لعدة أسباب السبب الأول هو تميز هذه الدول بثروتها البترولية وهي خاصية لا يمكن أن تنطبق على كل الأرض العربية والشيء الثاني أريد أن أحصر الموضوع في بقعة محددة لأن الوطن العربي مترامي وبالتالي من الممكن أن نضيع في متاهات كثيرة لو حاولنا أن نطبقها على كل الأرض العربي والشيء الثالث أنني أريد أن أتحدث عن فترة تاريخية محددة نحن نتكلم الآن عن فشل تنمية في فترة محددة وهي فترة البترول لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن في جميع الأحوال الجوانب المبدئية تنطبق على كل الأرض العربية الفشل هو فشل الأرض العربية كلها ولكن هناك خصوصيات في هذه المنطقة لابد من إبرازها خصوصاً وأن هذه المنطقة كانت تستطيع أن تلعب دور أهم بكثير من الدور الذي لعبته لا في تنمية نفسها وإنما في تنمية بقية الأرض العربية الآن دعني أذكركم بس فقط ببعض النقاط المدخلية الأساسية أنتم تعلمون أنه في الخمسينات من القرن الماضي كان يعتقد أن التنمية هي تنمية اقتصادية بعده وكان الحديث دائماً عن التنمية الاقتصادية حتى تنبهت الأمم المتحدة وتنبه المفكرون وبالذات جاء ذلك من أمريكا الجنوبية عندما تنبهوا أن القضية ليست قضية اقتصادية فقط وإنما التنمية يجب أن تكون تنمية شاملة وبالذات وبالذات تتوجه لتمكين الفرد من جهة وتمكين المجتمع من جهة ثانية وعندما نتكلم عن تمكين هذا وتمكين ذاك هناك بحور وراء هذا التمكين بمعنى آخر الاشتغال على فرد يختلف تماماً عن الفرد السابق وهنا تأتي قضايا التعليم والتدريب والثقافة والفكر وغيرها من الأمور الكثير التي يجب أن تتغير طبعاً والبيئة التي يحيها الإنسان ولديك أيضاً شيء آخر يتعلق بالمجتمع من أنه لا يبقى مجتمعاً ضعيفاً مستغلاً متسلط عليه إلى آخر من هذه الأمور وإنما مجتمع فاعل قادر على أن يساهم في قضية التنمية من هنا جاءت قضية التنمية الإنسانية المستدامة وبالنسبة للأرض العربية توضح ذلك أكثر فأكثر عندما قامت هيئة الأمم يعني الذي هو القسم الإنمائي في هيئة الأمم بإصدار تقرير سنوي عن التنمية الإنسانية في الأرض العربية ابتداء من 2002 وإلى اليوم وأنتم يعني لو أردتم أن تنظروا إلى المواضيع التي جاءت في كل تقرير سنوياً يقدمون موضوعاً مختلفاً ستجدون يعني كثير من الأشياء تتعلق بخلق الفرص للأجال إقامة مجتمع معرفة نحو الحرية تمكين المرأة تحديات الأمن الإنساني ليس الأمن البوليسي وإنما الأمن الإنساني وغيرها من المواضيع التي خاضت فيها تلك التقارير وبالتالي بيّنت أننا عندما نتكلم عن التنمية فنحن نتكلم عن تنمية إنسانية شاملة تتوجه في الأساس كما قلت وعود بارثاني وأكرره لأن هذا علوان أساسي هو تمكين الفرد وتمكين المجتمع طيب الآن إذا كنا نتكلم عن ذلك فنحن في الواقع نتكلم عن عملية تخطيطية وليس تعشوائها لأنك لا تستطيع أن تجري تلك التغييرات بتغيير هنا وتغيير هناك وإلى آخره وإنما عملية تخطيطية متكاملة تسير في خطوط متوازية من أجل الوصول إلى الهدف أنا هنا يعني يحز في نفسي أن أقول أنه عن الفترة التي تفضل أذكرها الأخ محمود التي هي 1981 كانت كل دول مجلس التعاون فيها وزير تخطيط والدعوة لأن تأتي وتتكون مجموعة من أجل التفكير في استراتيجية جاءت في الأساس من هؤلاء الوزراء يحز في النفس أنه في الوقت الذي كان هناك فعلا إيمان بقضية التخطيط ومحاولة حقيقية لإيجاد خطط الكويت الإمارات عمان البحرين كلهم كانوا عندهم وكان في شخصيات يعني فعلا بارزة أخذت هذه المناصف في كل تلك الدول وأنا يعني ما أريد أضيع وقتكم من هذا أذكر أنا عندي كثير من التقارير اللي هما رفعوها وفيها كثير من النقاط الإيجابية وذلك تنادي هؤلاء والطلب من مجلس التعاونة الأمانة العامة لمجلس التعاونة أن تدعوا مجموعة من الشباب ومن الكهول ومن المثقفين ومن المفكرين إلى آخر نجوه وكان فيهم نساء ورجال كلهم كان يعني دلالة على أن هناك جهات تنفيذية حكومية فعلا راغبة في أن تعرف ما الذي يفكر فيه المجتمع اجتمعنا عدة مرات وكانت نقاشات ممتازة وأنا هنا أريد أن نحيي الأخ علي الكواري الذي وضع الواقع مسودة ذلك التقرير ونوقشه وأنا تشرفته برئاسة اللجنة التي عدلت وغيرت في تقرير الأخ علي الكواري ووضعته في صورته النهائية نعم الآن خليني آتي إلى ذكر النقاط الأساسية التي ذكرناها وأعلق على بعضها قضية تخفيض الاعتماد على النفط وإخضاع إنتاجه لاعتبارات التنمية أنا ذكرتها في مقالي ولكن أريد أن أؤكد على أننا ذكرنا بالحرف أنه من الضروري إنزال مساهمة البترول في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون يجب أن ينزل من 50% في بدايات 1980 إلى 25% في سنة 2000 اليوم أنتم بعض الدول لا تزال من التناتج المحلي ستين وسبعين في المئة ما ما استطعته زادت عن الخمسين في المئة التي كانت في الثمانينة وكنا نريد أنه في ناحية الميزان التجاري نصيب البترول ينزل من 90% آنذاك إلى يصل إلى 40% في سنة 2000 2000 نحن نتكلم الآن نحن نصد من 2016 ثم تمويل النفقات العامة الجارية كنا اقترحنا بأن ينزل من 80% آنذاك إلى لا شيء في سنة 2000 بمعنى آخر أن ليس البترول هو الذي يمول الميزانية العامة وإنما الاقتصاد الذي يبنى والمدخرات التي تأخذ هي التي ستمول النفقات العامة وطبعا مثل ما تذكر الله محمود شددنا كثيرا على أن البترول هو ملكية عامة ولأنه ملكية عامة فيجب أن يخدم الجميع دون استثناء ويجب أن يتوجه إلى حاجات الجميع وليس إلى حاجات معينة وأخيرا ذكرنا هناك بأن هل من الممكن أخذ 25% من دخل البترول ووضعه في جهة خارج الميزانيات وخارج الصرف وإلى آخره من أجل بناء اقتصاد إنتاجي الآن دعنا يعني نعطي مثل بعد هذا كله لنأخذ الصرف من عام 1990 يعني بعد ما كتبنا إحنا إلى سنة 2010 دخل دول البترول وصل بين 5 إلى 6 تريليون دولار مبالغ خيالية لمنطقة صغيرة بسكان عددهم محدود بدل ما أخذع 25% لبناء اقتصاد إنتاجي 20% من ذلك الدخل ذهب للنفقات العسكرية في دول البترول وانقلبت الآية تماما وبالتالي هذا يعطي فكرة أن التفكير الاستراتيجي وبناء المستقبل ما كان يخطر أبدا على البال الآن هاي ناحية ناحية الثانية لكن كثير مهتمين به هي قضية تخفيض حجم قوة العمل الوافدة وكنا نعتقد بأنه بحلول عام 2000 نسبة العمال الوافدة ستقل إلى أبعد الحلول وهنا أريد أن أذكر أننا سأخذ مثل البحري كمثل صغير في وزارة الصحة عندما قمنا بتكوين كلية العلوم الصحية أنا شخصيا كنت أعتقد بعد أربعين سنة يأتي ويكتب الأخ قاسم اليوم أنه هناك خريجات ممرضات بحرينيات خريجات لا يحصلنا على عمل في الوقت اللي عشرات بالمئات الممرضات الأجنبية يعني هذا لا يمكن أن يخطر على بال نحن كنا نتكلم من بس عن التخفيض وإنما عن البحران الكامل أنا أذكر يعني أنا رح أخذ أمثل البحرين وهي تنطبق ترى على كل دول الخليل أخذ مثلا قضية البنوك والمراكز المالية في البحرين عندما كونا مركز التدريب على القضايا المالية وقضايا المصارف وإلى آخره في خلال عشر سنوات تلك المؤسسة بحرنا 60% من العاملين في البنوك التجارية والبنوك الخارجية الآن نحن نرى اذهب إلى أي مؤسسة مالية في البحرين وانظر العدد الهائل من الأجانب وهذا ينطبق على مشروع العشرة آلاف تدريب العشرة آلاف ومشاريع كثيرة لا عصر ولا عد حاولنا كنا نتصور يعني حتى في التربية والتعليم أنا شخصيا عندما خرجت من التربية والتعليم كنت أعتقد أنه بنهاية القرن يعني خلال عشر سنوات ستكون الهيئة التعليمية بكامل من البحرين لأنه كانت هناك إمكانيات وكان هناك حركة جامعية وكنات هناك بعثات بالمئات يرسلون إلى مختلف التخصصات إذن عندما وضعنا ذلك كل اللي يريد أقوله أنه بين عام 1980 واليوم بدل من التحسن في تلك التوصية بالعكس تراجعنا وهذا ينطبق على كل دول مجلس التعامل اذهب إلى دبي اذهب إلى قطر اذهب إلى كذا وانظر أي نوع من التركيبة السكانية الآن وصلت إليها تلك الدول والمفجع في الموضوع كله أن هذه الدول لا زالت تبني مجمعات سكنية كبرى ليس للمواطنين وإنما لاجتذاب المزيد والمزيد والمزيد من أصحاب الرفاهية وأصحاب التبييض الأوال وأصحاب المتع ومشاريع خدمية يعني أنه والله تنس وغولف وكذا إلى آخره أنه نكون نحن مراكز تنظر إلى لعبي التنس ما فيهم واحد من المنطقة وتنظر إلى الغالف ما تشوف لك نص واحد من المنطقة وتستغرب يعني أنه أنت تقوم بكل هالنشاطات هذه حج منهم إذا أنت شعبك نفسه لا يشارك في ذلك على الإطلاق يعني وهذه قضية طويلة عريضة الآن نأتي إلى النقطة الثالثة قلنا إصراح الإدارة وتنميتها وكنا مهتمين كثير بذلك كنا نعتقد أنه إذا كان إدارة ما تكون فيها شفافية وما تكون فيها كفاءة وما يكون فيها تساوي الفرص وما يكون فيها وذكرنا في تقريرنا أنه من الضروري الفصل التام بين السلطات التنفيذية وسلطات التشريعية تكلمنا عن التشريعية أنا ذلك وسلطات القضاية فأنه لا يمكن الحديث عن تنمية لأن جميع هذه السلطات تراقب بعضها البعض من أجل إيجاد تنمية نظيفة ومستدامة ثم النقطة الرابعة ذكرنا بناء قاعدة اقتصادية بديلة والأخ محمود ذكر كثير عنها وأنا في مقالة ذكر كثير ولا أريد أن أعيد لأن أنتم قرأتوا الكثير عن هذا الموضوع نحن كنا نتكلم عن فعلا اقتصاد انتاجي وليس ريعي ريعي بمعنى أن أنت عندك ثروة تحت الأرض تطلعها وتدعي أنك غني وعندك ثروة وليس صحيح ما عندك هذه الثروة وإنما نتكلم عن اقتصاد ينتج ثروة طبعا أنت القدرات الريعية يجب أن تستعملها في ذلك ونحن آنذاك كانت عيوننا بدأت تكون على النرويج الآن أنتم لو تأخذون يعني النرويج وكيف تعاملت مع ثروة ريعية قررت أن ناتج القدرات البترولية عندهم لن تذهب إلى الميزانية العامة كلها الميزانية العامة يجب أن تكون نتاج اقتصاد هناك في ضرائب وهناك في جهد وهناك في أشياء كثيرة جدا يعني لا لا يصلح المجال لذكرها ووضعت كل تلك الثروة من أجل بناء ثروة للمستقبل وتلك الثروة هي صحيح أنه استعملتها في الخارج لأنها لا تحتاج لها في الداخل ولكن ريع تلك الثروة يعود ويؤدي إلى بناء اقتصادي ومزيد من البناء الاقتصادي الانتاجي والمعرفي وأنا الأسبوع الذي بعده ذكرت عن تجربة دول آسيا الوسطى يعني والله العظيم إن الإنسان يحار من هذه الأرض آسيا الوسطى كانت تقططع من الناس استطاعت أن تقنع الناس بأن يدخروا ثلاثين في المئة من الناتج المحلي من أجل أن تبني نهضة اقتصادية صناعية خدمية انتاجية بالغة الخطورة ونحن من ريع ما من جهدنا ولا من تعبنا ولا من ضرائبنا من ريع يطلع من تحت الأرض نقول أنه خذوا 25% فلا تأخذ 25% وتصرف كما ذكرت على أشكال مختلفة من الضياع بما فيها الضياع العسكري وضياع المباهات وضياع الفساد وضياع المظاهر اللي نشوفها يميناً وشمالاً واللي أنا مرات كثيرة ذكرت أنه مثل ما أنه المفتشين عن الذهب في الغرب الأمريكي ذهبوا هناك وكانت ثروة وطلعت بيوت وطلعت حانات وطلعت دنيا من المتع ولكن بعد أن انتهى الذهب أصبحت يعني خراب ينعق فيها الغراب في الواقع وهذه يعني حقيقة موجودة وأي واحد يريد يزور هالبلدان يروح إلى الغرب الأوروبي كذلك وركزنا كثير على قضية البحوث والتطوير والآخر الحوافز كلها هذه بعدين طبعاً إصلاح التعليم أنا لا أريد أن أدخل فيه لأنه يعني نحكى فيه كثير جداً يعني ذاك الوقت كنا نريد إصلاح التعليم التراجع الذي حدث شيئاً فشيئاً في التعليم في المنطقة كلها وثم خسخصة التعليم وتنازل الدولة عن مسؤوليتها في التعليم يعني أدت إلى نتائج وقلنا آن ذاك يبقى أن من الضروري ربط التعليم ربطاً محكماً بالتنمية التي نتحدث عنها لأنه هذا ما فعلته آسيا الوسطى كوريا ركزت بشكل كبير جداً على التعليم وأنا أذكر أنه كوريا وصلت إلى مرحلة وأنا بس أعطي أمثلة يعني لأن الوقت لا يسمع المعلمة في كوريا كانت مسؤولة عن إنجاح جميع طلبتها الآن إذا ذلك يتطلب أنه هي العصر تأخذ بعض الطلب الضعاف وتعلمهم هاي مسؤوليته مش ممسؤولية إنه بس تدرس عدد معين من الساعات وينتي لا النتيجة هي المسؤولة عنها وبالتالي كانت المدارس في كوريا الجنوبية مليئة بالمعلمات اللي يأخذون مجموعة هذه المجموعة الصغيرة الضعيفة أو تلك المجموعة اللي ما قادر تتابعوا إلى آخر من أجل إنه يطلعوا بالنتيجة التي تطلبها الدولة ووزارة التربية والتعليم ثم ذكرنا عن توفير البيئة الملائمة لتنمية ثقافية واجتماعية مستمرة لأن أنت لا تستطيع أن تبني تنمية بإنسان لا يحترم العمل قيمة العمل ولا يحترم قيمة الوقت ولا يحترم قيمة العمل اليدوي ولا الحين عنده عنجهية البدوية إنه لا أنا ما يشتغل بهذا يشتغلون العبيد اللي أجيبهم من أفريقي وكذا من تاريخنا الطويل العديد اللي كلكم تعرفونه فكان لابد أيضا ذركزنا كثير على أنه لابد من تغييرات أساسية في البنية الثقافية والاجتماعية والعادات الاجتماعية من أجل أن يعني نستطيع أن نبني تلك الفيزمة الآن الآن تجرأنا آنذاك على قضية متطلبات التنفيذ وقل الأساس هو العمل الرسمي كمنطلق لا تستطيع الحكومات أن تتخلص من مسؤولية هي والبدء يجب أن يكون من فوق ليس من تحت ما في أحد حتى قضية أنه والله الناس ما يحبوا يشتغلوا الناس كساء هذا كل ليس لأنه في الماضي أيضا الناس ما كانوا حتى يتشنتروا ضد الجدري إنما أنت تقنع الناس حتى يأخذوا هذا الشيء الناس لا يذهبون إلى الطبيب إنما أنت تقنع الناس أنت تتكلم الآن كما قلنا تمكين أنه فرد مستقل وواعي وقادر على أن يقف على رجله وإلى آخره هذا الشيء ما كان متوفرا وبالتالي لا تستطيع نتكلم عن تنمية بدون هذا الشيء وبعدين تكلمنا عن الكيان السياسي الموحد وأبرزنا لبعض الناس ما فعلته ماليزيا يعني ما الذي يجعل تسعة سلاطين كما أعتقد في ماليزيا يجتمعون على بعضهم البعض ويتفقوا على أن يكونوا كيان واحد ويتبادل السلطة كل كذا من السنين ويركزوا على أن هناك أشياء خاصة بالمحل وأشياء عامة مثل الاقتصاد مثل السياسة الخارجية مثل الأمن إلى آخره ويتركوا الباقي الأشياء المحلية مدارس وصحاوه إلى آخره ما الذي يعني أولئك كانوا سلاطين ونحن أيضا عندنا ملوك وأمراء إلى آخره ما الذي كان يمنع من أنه يقوم ذلك الكيان السياسي الموحد لأننا كنا نعرف أن التنمية لا يمكن أن تتم على مستوى كل قطر الوحل لا الإمكانيات ولا السوق ولا القدرات ولا الكفاهات ولا آخره ولا الآمن ولا الحماية ولا الاستقلال في القرار ثم ركزنا أيضا يعني قلنا بأنه يجب أن يوجد مجلس تشريعي منتخب ذاك الوقت في تقرير قلنا يجب أن يكون هناك مجلس تشريعي منتخب بحيث أن الدول الصغيرة يمثلها مثلا كحد أدنى خمسة والدول الكبيرة يمثلها كحد أعلى عشرين شخص حتى يكون فيه نوع من التوازن المعقول في هذا المجلس ويمثل الجميع ما معقول بعد أن الدول الصغيرة تساوي تماما الدول الكبيرة وقلنا أنه يجب أن توجد حكومة اتحادية حكومات محلية ولكن حكومة اتحادية ورئيس مجلس وزراء اتحادي إلى آخر وقرر ولححنا كثير على وجود محكمة اتحادية تفصل في قضايا الاختلاف إذن نحن قدمنا كل ذلك ولو أخذت تلك التوصيات أنا في اعتقادي كان بالإمكان فعلا بناء نهضة مش اقتصادية نهضة تنموية في هذه المنطقة أفضل بكثير مما فعلناه في الأربعين سنة الماضية الآن الجانب الآخر وهو التكامل الاقتصادي البحثي الثقافي الأمني العربي نحن نعم نتكلم عن التنمية هنا ولكن بالنهاية التنمية الخليجية إذا لم ترتبط بالتنمية العربية ك هذه هيها تلك المنطقة التي تعيش فيها اليوم إذا تعتمد على أمريكا أن تسمح لك بالاستيراد وإلى آخر بكرة أمريكا تغير رأيه إذا كان أنت تتكلم عن أوروبا وما نستثمر فيها الآن وأنا منذ فترة أيضا ذكرت ذلك عندما صارت الهزر في سنة 2008 الخليج خسر مئات المليارات من الدولارات كان من الممكن أن تكون خسارته أقل بكثير بكثير لو أن تلك الأموال استثمرت في أرض العربية في المغرب العربي في مصر في لبنان في سوريا ذاك الوقت عندما كان موجود سوريا إلى آخر من المناطق لأن حتى الخسارات كانت ستكون قليلة جدا إنما نحن ثم حدث ذلك والآن نعود مرة ثانية الاستثمارات تتركز كلها في أوروبا وفي الولايات المتحدة الآن بس أضفنا عليه شي جديد اللي هو الصين والهند والله يعلم بعد الآن هناك دلائل على أنه حتى الاقتصاد الصيني من الممكن أن يحصل له ما يحصل للاقتصاد الغربي يعني ليس هو منزة من الاهتزازات الاقتصادية الآن من المسؤول من الواضع جدا أن المسؤولية تقع أولا وقبل كل شيء على الحكومات هذه الحكومات كانت لديها المال تأخذه بيدها وكانت تستطيع أن تتصرف تصرف عاقل ومعقول إنما أنا في اعتقادي أننا تصرفنا في هذه المنطقة بثروان كما قلت من 1990 إلى سنة 2010 يعني في 20 سنة دخل دخلت خمسة إلى ستة تريليونات تريليونات يعني وكل تريليون كما تعلمون ألف بليون والبليون ألف مليون يعني مبالغ خيالية ومع ذلك بدل ما إن هذا المال يؤدي إلى نعضة كبرى اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وبحثية هذا أنت ترون الآن بضعنا بالعكس أنا شايف في هذه المنطقة الآن من قبل كنا نعتمد على الفكر المحلي وعلى الإمكانيات المحلية الآن كل شيء نجيب شركات مقاولات ونعطيهم إياها زادت المقاولات كثيرة أنا أعطي دائما مثال واحد أنا أقول أنا جلس في وزارة التربية والتعليم 12 سنة كان عندي فقط مستشارين عربية هذا كل الذي كل ما غيرناه في وزارة التربية والتعليم لن يكن من فكر واحد إنجليزي أو بريطاني أو غيره وإنما كان من فكر أناس عرب وبحريني ما الذي يجعلنا الآن نحن نتهافت على هذا موضوع الخارج وندفع الملايين الملايين أنا يعني أريد أن أذكر كانت هناك دراسة عن العمالة في البحرين كلفت حوالي 100 ألف دينار منذ 30 سنة ثم جاءت في الوقت الحاضر شركة وأخذت خمسة ملايين دولار طيب يعني وما الذي قدمته أكثر مما قدمته تلك الدراسة بس الفرق هو أننا بدأنا فعلا عندما يزيد المال نصرفه ونصرفه ونصرفه ونضيع من أنوالنا شيء لا يوصف وهذا غير مقبول وغير معقول لأنه بالنهاية كما قلنا يعني لو هذا المال مال ملكية عامة ومال ناظب وهناك أجيال في المستقبل من حقها علينا أن لا نقودها إلى الفقر المدقئ لأننا بالنهاية في هذه المنطقة يجب أن ندرك نحن البحار والتي كانت تدر الآن نضبت من ناحية اللولو ومن ناحية الأسماك والمياه شحت إلى حدود غير معقولة والتلوث في بيئتنا يعني بعد حرب العراق وإيران وثم بعد ذلك العراق وقضية الكويت ثم بعد ذلك التدخل الأمريكي إلى آخر أصبح التلوث وأنتم تعلمون الآن أن السرطان أصبح وباء مع المرض وباء في هذه المنطقة إذن نحن يعني إذا لم نفعل شيء يعني كل هذه الحرقة بالنسبة للتنمية هو أن المستقبل سيتدمر بكامله إذا كان ما ننتبه وأنا يعني يسعدني لهاليومين أسمع أن هناك اجتماع كان في الإمارات العربية من أخير صار اليومين ثلاثة على مستوى أعلى المستوات محمد بن راشد ومحمد بن زايد وغيرها يعني حاضرين هاليجتماعات للكلام عن الحديث عن ما بعد البترول طيب هذا الشيء يجب أن يتم في كل الخليج وليس فقط في الإمارات مع أن الإمارات هي أكثر تنوع في اقتصاد من غيرها مع ذلك منتبهين لهذا الشيء وأنا الأواني يعني وأنا أرجو إن شاء الله يكون هذا على مستوى مجلس التعاون وليس على مجلس هذه الدولة أو تلك ثم المجتمعات المجتمعات التي لا تعلي صوتها بالنسبة لهذا الموضوع والتي هي بس طالما أنه هناك يعني في فترات الرخاء في مال وفي فلوس وفي عطايا وفي بذخ وفي الآخر فهي مستكينة هادئة ما تب بشيء ثاني طبعا هذه المجتمعات اللي من هذا النوع كيف يجب أن تتحمل المجتمعات هذه المسؤولية كان من البداية صوت أنه البترول يجب أنه جزء كبير منه يذهب إلى اقتصاد انتاجي حقيقي كان يجب أن يكون عالي وإنما لم يكن عالي لا في مجالس المنتخبة ولا في المجالس الشورى ولا في ولا حتى يعني إلى حد كبير وانا تابع حتى بالصحافة بين حين والآخر مقاله ولا شيء أما قضية الإعلام فلا يعني خبر خير خصوصا للإعلام الرسمي الذي لا يريد أن يبحث هذا الشيء لأن شلون يبحث هذا الشيء لا يستطيع أن يبحث هو يعيش هو أصلا على الريع فكيف سيبحث أنه أخذ جزء من هذا الريع لأشياء تاني وبعدين ما عم فيه تفكير على المدى الطويل التفكير على الآن والله يبنينا على بناية وصار عندنا الآن أحسن فريق كرة خرابيط برابيط في الإعلام الخليجي هذا الإنسان والله يعني يستغرب من هذا الإعلام ونت لاحظ المناقشات يعني فهي يعني المجتمعات ثم دعنا نكون صريحين الأفراد الأفراد عندهم قابلية أنه عندما توجد يعني عندما يوجد مجتمع ريعي اتكالي قابلين بذلك ونحن يعني التحليلات التي حدثت إبان الربيع العربي تؤكد ذلك أنه القليل القليل من التنبه والحراك حدث في هذه المطاعة بسبب المال بسبب توفر المال القادر على أن يقول حق الناس أن تشتبهون هذلك إذا قاموا وطلعوا بالشوارع أنه نجو عامين وذلك إذا طلعوا بالشوارع فهذا أنه هم لابسين وكذا ولكن أنت عندك سيارة لكسس وعندك الحمد لله المستشفيات متوفرة والتعليم المجاني وإلى آخر من هذه الأمور التي تقال نعم هذا صحيح ولكن ما هو الثمن المدفوع لذلك والمهم يعني نحن يجب مرة مرة الأولى والثانية أذكر أن التنمية هي تمكين الفرد حتى يكون إنسان منتج عاقل قادر إلى آخره وتمكين المجتمع أن يكون مجتمع إذا شاف فيه غلط يحاسب على وجود هذا الغلط ونحن لم شف الآن أنا أريد أن أقول بأن أحد النقاط الأخرى هو قضية سقوط التكامل القومي هذا مسؤول لأنه لو كان هناك يعني في سنة 1980 في عمان اتفق رؤساء الدول العربية على تكامل اقتصادي وانتقال حقيقي نحو الدمج دمج الاقتصاد العربي من بعض البعض مثل كل التقارير التي صدرت ما حد انتباه لها وراحت في الهواء مثل تقارير أننا تماما الذي وضع على الرف ونسي ثم أريد أن أضيف شيء آخر عن المسؤول العالمة ما في شك أبدا أن العالمة التي قالت بأن الحدود من ناحية الرأس المال ومن ناحية الدخول في المشاريع ومن ناحية العمالة الأجنبية التي لم يكن لحد لحق أن يتوقف أمامها ومن ناحية ومن ناحية الشئة كثيرة ساهمت أيضا وفي إضعاف الدولة ومسؤوليات الاجتماعية العالمة كثقافة شددت على ذلك نهار وصباح أن الدولة يجب أن لا تتدخل والدولة يجب أن تخصخص التعليم ويجب أن تخصص الصحة وإلى آخره فإذن ليست القضية بس فقط داخلية وإنما أيضا قضية خارجية أثرت على هذا الجو كله ونحن سمعنا مسؤولين كثيرين في الخليج يتكلمون أنه يا أخي أنتوا إلى متى أن نستمر الدولة هذه بس التعليم عندها وعبص الصحة عندها وإلى آخر لا خلي أخي الخصخصة شنه الثمن الخصخصة ونوع اللي ممكن أن يكون في القطاع يعني هذا تحدثنا عنه كثير جدا التعليم الخاص ومشاكله فيما تعلق باللغة والثقافة وإلى آخره وهي كثيرة جدا التوفر الآن أنا في اعتقادي أنه لا بد من تحولات أساسية التحول الأول هو أنه ننتقل من قانون السلطة إلى سلطة القانون هذه قضية ما عانت فيه ممكن أن تبني تنمية إلا إذا هناك قانون يحكم الجميع وهو عادل ومعقول وقادر وطبعا الانتقال من قانون السلطة إلى سلطة القانون يعني هو الانتقال إلى نوع من الديمقراطية المعقولة في داخل المجتمع ثم شيء آخر بدون قضاء نزيه أنت لا تستطيع أن تنمية ما فيها لأن أنت بالنهاية عندك مشاكل دائما في التنمية وإذا ما عندك قضاء نزيه فأنت لا تستطيع أن تنمي بالنهاية تنميتك فاسدة ثم إعلام متوازن لا يمكن أن تكون في جو يمدح كذبا الأشياء التي ليست صحيحة وتقول أننا تستطيع أن تنمي لأنك أنت تخدع الناس أنت الناس إذا ما يشتغلوا تقولوا لا الله أنت تشتغلوا الله برعاو عليكم أنتم من أحسن الشعوب في هذه الدنيا والعكس هو صحيح أنه إذا أشتغلوا حاولوا يدافعنا لقد قلت لهم بيقي أنت حقيقة أنه ما عندكم امتنان للخير الذي أنتم فيه وهذا وحن ندور في حلقة مفرغة من الإعلام غير المعقول ثم لا يمكن أن توجد تنمية في أي مكان إذا فيه فساد والدراسة قضية الفساد في آسيا الوسطى قضية بالغة الأهمية لأنه صحيح كانت فيه ديكتاتورية سياسية ولكن ما كان فيه فساد اقتصادي كان هناك امساك شديد بقضية الفساد من أجل الخروج من التخلف اللي كانوا عليه وبعدين أنا أركز على تكوين الإنسان المستقل في تفكيره الملتزم بقضايا مجتمع القادر على التحليل والنقد والتجاوز القادر على الاختيار الواعي في كل حياته إذا أنت ما عندك هذا الشيء أي بمعنى آخر هذا هو التمكين تمكين الإنسان وإلا شسمه وبعدين أنا أريد أقول بصراحة أنه من القضايا الأساسية قضية استعمال الدين الخاطئ في كل مجتمعاتنا استعماله من أجل التواكل استعماله من أجل الصراعات استعماله من أجل التفكير الغيبي اللي ما إلى معنى استعماله من أجل الكذب على التاريخ استعماله بخمسين ألف شغلة وشغلة وهذه قضية إذا ما تحل حلاً حقيقياً معقولاً بتنقية ذلك التراث الفقه أساساً أنا لا تكلم طبعاً عن القرآن ولا عن أحاديث الرسول وإنما تكلم عن فقه متخلف وضعت فيه حلول كثيرة جداً للأزمنة القديمة وكانوا عباقرة في وضع تلك الحلول التي كانت تتمشى مع المرحلة التاريخية لكن اليوم أنا فلان الفقه الفلاني أو الفقه العلاني اللي عاش من قبل 1200 سنة يضع لي أنا في هذا العصر حل من الحلول أنا لا أعتقد أن هذا صحيح وهذا غير منطقي ولا بد من حله لأن أنت لا تستطيع أيضاً أن تنمي تنمية حقيقية في جو ديني خانق متخلف متعصب متزمت مقادر أنه أبداً يكسر هالحلقة المجنونة اللي الدين الإسلامي أدخل فيها بدون وجه حق الآن ثم أخيراً توزيع السلطة والثروة ما فيه يعني أنت لا تستطيع أن تنمي إذا ما المجتمع نفسه كله يشارك في التنمية وإذا كان فئات صغيرة تعتقد أن لا والله إحنا أنتوا بس اهدأوا وجلسوا مكانكم ونحن بنقوم بالمهمة يعني بمعنى آخر اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد أخيراً أنا يعني أريد أن أؤكد أن العولمة قضية أساسية مش قضية صغيرة وليس قضية فكرية صغيرة التعامل مع العولمة قضية ضرورية وهناك الآن مئات المقالات التي تصدر عن أناس مفكرين في الأرض العربية ينتقدون بعض الكثير من جوانبنا فيها جوانب إيجابية ما حد يقول شيء لكن فيها أيضاً جوانب سلبية مثل ما قلنا إضعاف الدولة الوطنية والتزاماتها والإصرار الشديد على التقصيص كسروا الحواجز وعدم عدم الحماية وأنا بها المناسبة يعني أيضاً مرة مرتين كتبت عن ذلك كل الدول الغنية في هذا العالم مرت في فترات حماية الآن تيجي العولمة وتقول له الحماية ممنوعة أمريكا 150 سن عنده حماية بقانون صادر من الكونغرس حماية الصناعة الأمريكية والمنتجات ولا تزال منتجاتها بعض منتجاتها الزراعية تحميها وأوروبا نفس الشي دخلت في فترات حماية طويل عريضة تيجي العولمة وتقول لك لا أنت لا تستطيع أن تحمي حتى أصغر المشاريع اللي أنت عندك في بلادك وهذا غير معقول وغير منطقي لكن أنت لما تيجي البحرين أو قطر أو السعودية أو كذا تقف من أجل الحماية ما تقدر لكن لو كان عندك كتلة متماسكة على مستوى الخليج أو على مستوى البلاد العربية كتلة كبيرة تستطيع أنت أن تساوم وأن تقوم بهذه الحماية وبالمناسبة كوريا لم تستطع أن تساعد ولا ماليزيا ولا غير إلا عن طريق الحماية سنين حماية لما وقفت صناعاتهم ومشاريحهم على رجلهم وأصبحت قادرة على أن تنافس في العالم رفعوا الحماية عن تلك المؤسسات وأنا أريد أن أقول أيضا نفس الشيء قضية الاستهلاك المجتمعات التي تريد بس تستهلك بنهم لا تستطيع أن تبني تنمية الاستهلاك النهم يجب أن يأتي بعد التنمية وليس قبل التنمية لأنه هو مدخل أساسي لجزنه أخيرا يعني دعني أقول أن العولمة ليست كلها بدون أهداف العولمة فيها قدرات عجيبة لإضعافك وإنهاكك إذا أرادت وأنا أريد أن أذكر البديل عن البترول أنت تعتقدوا يعني من قال أنه ما رح يكون فيه بديل عن البترول إذا قررت الدول أنها سيكون هناك بديل عن البترول وهناك الآن طرق ماشي في هذا الشيء يعني هذا هو الذي أردت أن أقوله في هذه الأمسية وأعتذر عن يمكن طولت كثير لكن أخي محمود ولكن أعذروني الموضوع شديد وأنا بس أريد أن أقول هذه الأرض العربية فواجعها غريبة هي فواجعها لا قادرة أن نتحل مشكلة الديمقراطية والحكم وقضايا الحكم ولا قادرة أن نتحل مشكلة التنمية الاقتصادية ولا قادرة أن تستقل عن التدخلات الأجنبية والاستباحة الأجنبية ولا قادرة أن تحل مشكلة التخلف الديني اللي عندها ولا تستطيع يعني بلدان واقفة أمام مشاكلها الكبرى وتتفرج على هذه المشاكل وإذا أرادت أن تحلها تأدي بالنهاية لما يجري في سوريا أو ليبيا أو العراق أو إلى آخر من تدمير وتفتيت وإلى آخر ويعني ليس لنا إلا نتوجه إلى الله أن يعين هذه الأمة لأنها فعلا في محنة كبيرة جدا شكرا جزيلا شكرا